إني جار لكم هذا لسان حال واشنطن التي تدفع باتجاه تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الأشهر باتريوت لكنها وبرغم الضربات التي تعاني منها البنية التحتية الأوكرانية والتي أصبح المدنيون الأوكران بسببها رفاق المحبسين الحرب والظلام في ليالي الشتاء الباردة من زوعة التدفئة لا تقبل واشنطن أن ترد القوات الأوكرانية بضربات توجع موسكو وتحفظ لهذه القوات ماء وجهها وتشفي غليل شعبها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في آخر تصريح له أكد أن بلاده لم تشجع ولم تمكن الأوكرانيين من تنفيذ ضربات داخل روسيا وكأن الرسالة موجهة لزيلينسكي قبل بوتين بأن اللعبة لها قواعد وعلى الجميع وحتى واشنطن أن تحترمها على الرغم من هذه الرسالة فقد أثار قرار الناتو الذي تتزعمه أمريكا بمد القوات الأوكرانية بصوارق باتريوت حفيظة الدب الروسي الذي حذر في أول تعليق له على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من هذه الخطوة ويرى المراقبون العسكريون أن قرار مد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي ستحدث تحولا نوعيا في معارك تتسيد فيها روسيا السماء ما يعني أنها ستفقد الميزة النوعية التي بدت تعتمد عليها بعد أن تراجع أداء قواتها على الأرض في سلسلة من هزائم أربكت حسابات القادة العسكريين أمام أنفسهم قبل العالم وبعد أن أصبحت الأزمة الأوكرانية معركة لعض الأصابع بين موسكو وواشنطن تتقدم فيها أمريكا لا سيما وأن القوات الأوكرانية حققت انتصارات خلال الفترة الأخيرة يتراجع الحديث عن حل إنهاء الحرب وهما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع شرطا للحديث مع نظيره الروسي لإنهاء الأزمة تمثل في انسحاب موسكو من أوكرانيا وهما يره بوتين انكسارا لهيبة القيصر التي تورط في رسم صورتها أمام شعبه قبل العالم